بعد مضي قرابة عامين على إطلاق الوعود بتحسين مستوى الخدمات في محافظة أبيان حدث العكس تماما حيث فشلت السلطة المحلية في المحافظة بتنفيذ المشاريع الخدمية وإعادة بناء وتأهيل المناطق الرئيسية في المحافظة وإعادة عمل البنية التحتية كضرورة ملحة يحتاجها المواطنون السلطة طبعا هي تأتي بعدين في الأخير دائما تأتي في الأخير هذا أكيد ما زالنا في الجهود من الشباب هي تعرض نفسها في الأخير هنا في مدينة زنجبار برزت الجهود الشبابية في محاولة جادة لتنفيذ ما عجزت عن إنجازه الجهات الحكومية وبدأت الجهود الذاتية بإطلاق مبادرة لإنارة شوارع وأحياء مدينة زنجبار استكمالا للمبادرة التي انطلقت قبل قرابة عام نشكر أبناء مدينة زنجبار على أعمالهم الخيرية التي قاموا بها في مدينة زنجبار بتفعيل أضاءه لم يكن تجاهل السلطات المحلية وعدم اهتمامها بدعم مثل هذه المبادرات الشبابية التي تسعى إلى إظهار المحافظة بمستوى يعكس جمالها الطبيعي إلا بداية لبدل المزيد من الجهود الشبابية الطموحة للمساهمة في إعادة تأهيل بنية المحافظة التي تعرضت الكثير من التدمير ولازالت حتى الآن خارج حسابات الدولة لطف إبراهيم بناتو بالغيز أبيان